السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح نتعرف على مرضين يصيبين الجهاز الهضمي اللي هنا هذن المرضين مرض حمد تايفويد ومرض حمد ماطر بالبداية راح نتعرف على التايفويد في ضرب اللي هو حمد تايفويد هاي حمد تايفويد هذا المرض يسببه منه بكتيريا شو سنو اسم هذه البكتيريا اسمها بكتيريا سانمون لتايفي هذا المرض وبائي يصيب مختلف الأعمار ما كفد عمر محدد لا يصيب مختلف الأعمار لكن بالعادة اكثر انتشار يكون عند الكبار مقارنة وين الصغار طبعا هذا المرض موجود بجميع انحاء العالم وشائع وخاصة شاعب بلدان الشرق الأوسط هذا المرض ينتقل عن طريق الماء والغذاء الملوثين بأسيات السانمون لتايفويد بالبكتيريا مثل ما ذكرنا انه هذا المرض هو من الامراض اللي يتصيب الجهاز الهضمي اتت البكتيريا السانمون لدخلت عن طريق الماء والغذاء للجسم من راح تدخل؟ راح ينصاب الشخص تبدي تظهر أعراض الاصابة نعرف من خلال الأعراض انه هذا الشخص مصاب ما هي هذه الأعراض اللي تظهر على الشخص المصاب؟ الأعراض هي الحمى صداع يظهر على الشخص فقدان الشهية يحدث تضخم الطحال هذا الشخص المصاب سعال عنده ويظهر عنده طفح جلدي هذا الطفح يكون ورد اللون ينتشر على جذع الشخص المصاب بعض الأحيان يعني الأعراض الأخرى انه الشخص ينصاب بحالة انساك يصير عنده أو بالعكس يصير عنده حالة اسهال نسبة الوفاء اللي تحدث من هذا المرض نسبتها بدون علاج يعني ما يتقالجون الأشخاص نسبة الوفاء اللي تحدث لهذه المقرب تكون نسبة 10% من أنت علاج النسبة الوفاء راح تنخفض تصل إلى 1% فهذا المرض من خلال نعرف انه هذا المرض مميت حتى نسبة الوفاء اللي يسببها تكون نسبة قليلة فترة حاضقنت هذا المرض تتراوح ما بين اسبوع الى 3 اسابيع هذا المرض عشان انشخصه انشخصه يأما عن طريق clinical سريريا قلنا الأعراض والعلامات اللي تظهر على الشخص من خلاله اقدر اني اشخص سريريا انه هذا نقول احتمال الشخص مصاب بالتالف و ايش بغار لكن اكثر تأكيد او specific فتشيم تخصصي انه نعزل البكتريان سوي culture للبكتريات الثانونين لما نعزلها بالبداية بالاسبوع الاول يعني الاعراض اللي ظاهرة على الشخص وقال الشخص انا صار لسبوع ظاهرة عليها الاعراض فاحنا نعرف انه هاي صار لاسبوع المرض فاميا نعزل البكتريان من البلاط من الدم اذا كان الشخص بالاسبوع الثاني لا راح نعزل البكتريان من اليورين ونعزلها من الفيسيز اللي هو من البراز والادرار ايضا اكو عندنا فحوصات اخرى هي فحوصات للسيروم فحوصات نسميها المناعية المصلي المناعية وشنو اسم هذا الفحص المتخصص بها البلطية اسمه ويدا تيست هذا يعتمد على اكوفاد مستضدات نستخدمها ونلاحظ اكو يصير تراس من اكو يصير تراس راح نقول انه هذا الشخص مصاب بالتالفوين طرق انتقال هذا المرض هذا المرض ينتقل يا اما عن طريق انه نتناول غذاء او ما يكون ملوث بالفيزيز مالة الشخص بيورين الشخص المصاب او الشخص اللي يكون حامل للعدوى ايضا من نتناول فاكهة او خضروات هذه الفاكهة ايضا تكون ملوثة بالفرازات الشخص المصاب ايضا الحليب بالاخص الحليب اللي ملوثة بعصيات السان مونيلا وايضا انه هذا ممكن هذا المرض ينتقل عن طريق شنو الذباب الاجراءات الوقائية اللي نتباحها هو انسوي تخلص صحي للفضلات البيئة انوفر مياه صالحة للشرب انسيطر على الذباب اللي نسوي بس ترى او نغلي الحليب حتى نتخلص من التلوث انسوي فرض رقابة صحية على عمليات تحضير الطعام يعني على الغذاء انشجع على عملية الرضاعة الطبيعية من خلالها الشخص يكتسب مناعة انسوي تثقيف صحي انلقح الاشخاص بلقاح التايفو ايد ونمنع الاشخاص المصابين او الملامسين واللي يعملون بالصناعات الغذائية لحد ما نتأكد من سلامتهم وتظهر نتائج الفحوصات انه منه هذا الشخص سليم غير مصاب يلا نخليه يزاول عمله الاجراءات اللي نتبهها بحق المرضى والملامسين والبيئة هي ابلاق فوري عن الاصابة نعزل الاشخاص المصابين نسوي تطهير الافرازاتهم ننطي علاج الاشخاص المصابين الملامسين ننطيهم ايضا علاج ونمنعهم انه يداولون يعني يعملون بالصناعات الغذائية نسوي فحوصات مختبرية حتى نتحرى عن الاشخاص الملامسين واللي ما معروفين فنسوي فحوصات مختبرية حتى نتحرى عن هذا المرض هزا ناخذ المرض الاخر اللي هو مالتا فيبار اللي هو حمت مالتا ايضا هذا المرض السببه بكترية المسبب المرضى مالتا بكترية شو اسمها هذه البكترية اسمها بكترية البروسيلا هذا المرض يعد من الامراض البكترية الخطرة وايضا هذا المرض يعد من الامراض المشتركة بين الحيوان والانسان اللي هي زونونسيز ديزيز يعني يصيب الحيوانات ومن خلالها يقدر ينتقل للانسان هذا المرض السبب بكترية البروسيلا هذه البكترية اجت تسميتها نسبة للعالم بروس اللي هو هذا العالم هو اللي عزل هذه البكترية عزلها بسنة 1887 بجزيرة مالتا وايضا منها اجت اسمها حمت مالتا مالتا فيبار ايضا لها تسمية اخرى تسمى انديلت فيبار الحمى المتموجة ايضا لها تسمية اخرى ان سميها حمى البحر الابيض المتموج مصادر المسبب يعني الانسان نتيجة انه هذا الانسان اتناول حليب او منتجات الحليب ممكن اتناول الاجبان يعني اي منتجات الحليب اللي مأخوذة هذه المنتجات من مأخوذة من حيوانات مصابة اللي هي المواشب انواح الابن ماعز اغنام الابطار الخنازير كذلك الحليب قلنا هو يكون مصدر وايضا اللحوم لحوم الحيوانات المصابة ايضا هي تكون مصدر في انتقال العدوى كذلك الغذاء اللي متلوث بافرازات الشخص المصاب يعني ملوث هذا الغذاء بالبلاد مالت الشخص باليورين مالت الشخص بالفيزيز مالت الشخص هذه هي المصادر العدوى الاشخاص اللي هم يكونون اكثر ارضى للاصابة بمرض المالت في برد هم الاشخاص اللي يعملون في حضائر المواشي المصابة بالبروسيلا المزارعون اللي اعتهم حضائر لتربية المواشي لان يكونوا على تماث اختلاطوية هذه المواشي وهذه المواشي مصابة بالبروسيلا ايضا البيطريون اللي يعالجون هذه الحيوانات المصابة الجزارون عمال تنظيف المجازر لان يكونوا على تماث ويا الحيوانات المصابة ايضا الحليب اللي غير مبسطر من التناول الحليب غير مبسطر هذا راح يكون يعني التناول للشخص راح يكون هذا السبب انه ينصاب الشخص ايضا تناول اللحوم او الكبد اللي غير مطبوخة جيدا لان هذه تكون ملوثة ببكتريا البروسيلا هذا المرض نقدر انشخصه عن طريق انه نسوي عزل نعزل هذه البكتريا البروسيلا نعزلها من بلد الشخص المصاب من نخاع العظم مالته من الانسجامات هذا الشخص من افرازاته ممكن يشخص هذا الشخص عن طريق الكلينيكل تيست الفحص السريري عن طريق ملاحظة العلامات اللي تظهر للشخص المصاب ايضا ممكن استخدم فحص الروز بنجال تيست هذا الفحص اللي يعتمد على الاخداد من خلال اكدر اشخص انه هذا الشخص مصاب بمالتا في بان الاجراءات الوقائية اللي نتباحها هي التثقيف الصحي المنسو التثقيف الصحي للفلاحين عمال المجازر القصابين ونعلمهم عن مدى خطورة هذا المرض ايضا من الاجراءات الوقائية نبحث عن الحيوانات المصابة ونقضي عليها نبستر الحليب ومشتقاته نسوي حذر من التعامل مع اجنة الحيوانات المريضة وايضا نسوي حذر من التعامل ويا ابرازاتها وانطهر المنطقة الملوثة وايضا نسوي رقابة صحية على المجازر هذه الاجراءات الوقائية من التباحها راح نقلل من انتشار المرض الاجراءات اللي نتخذها بحق المصابين والملامسين انه نسوي اخبار فوري ونخبر السلطات من تحدث اي اصابة نسوي تطهير لافرازات الشخص المصاب او نسوي الاشخاص الملامسين نتحرى عن الملامسين نعرف مصدر العدوى منه حيوانات اذا عرفنا هذه الحيوانات هي مصدر العدوى نقضي على الحيوانات حليب اللحوم مالة هذه الحيوانات ننطي لقاح وعلاج للمصابين ننطيهم انتوبايتك لمدة ثلاث اسابيع لهذا الانتوبايتك اسمه تتراسايكيلين هذا يعمى ننطي وحدة التتراسايكيلين او ننطيوية علاج اخر منحقا انه هو العلاج الاخر الستريبتومايسين لهنا نكون خلصنا محاضرتنا شكرا جسي